برحب أحضر لكم مرة تانية ونروح لسكايب الحقيقة مهمة جدا من البرازيل مع فاولو كامبوس المدرب السابق لفريق ريال مدريد برحب بيك على شاشة قناة الأهلي شكرا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا شكرا لكم جميعا شكرا للمترجم ممدوح شكرا أنها فرصة سعيدة وجميلة أن أكون معكم عبر قناة النادي الأهلي النادي العظيم احنا المشكرك طبعا منوارنا وخليني أسألك في البداية كده أبدأ معاك من ازاي شايف المستوى المتواضع اللي بيقدموا ريال مدريد تحت قيادة مدربه زدان طبعا الموسم ده فلنعرف أن ريال مدريد هو نادي عالمي ولديه من الإمكانيات الكثير والمدرب يعمل مع لاعبين مميزين ومعروفين ولكن للعودة لقوة ريال مدريد هذا يحتاج تصفيح بعض النقاط ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود سريعا إلى المستوى العالمي الذي كان عليه من قبل إلا إذا تم تصحيح بعض النقاط حصل على العديد من البطولات وهو نادي بطولات ولا بد من تصحيح الأوضاع البسيطة التي تجعله يعود كما كان طب يعني عايزة عرف أكتر برضو من وجهة نظرك يعني أسباب التراجع دي بتاعت أداء ريال مدريد في الموسم الأخيرة هل لحد دلوقتي ممكن كل من يتكلم أن كريسيانو رونالدو لحد دلوقتي رحيله عن ريال مدريد ما أثر بشكل كبير على مستوى نادي الملكي هو أكيد أثر بس لحد دلوقتي مش عارفين يعوضوا غياب كريسيانو رونالدو فلنعرف في كل العالم في كل العالم أن أي نادي لا يتوقف على لاعب ما مع الرغم ويعترف أن كريسيانو رونالدو هو لاعب مميز ومعروف وماشي مع الريال في مشوار طويل من البطولات وحصلوا على بطولات كثيرة وريال مدريد يمتلك اللاعبين مميزين ومعروفين يستطيعوا أن يصنعوا الفارق في أي وقت فلنذكر أيام زيدان واللاعبين القدامة فريال مدريد يحتاج أن يعود مرة أخرى لوضعه الطبيعي والحصول على البطولات الكبيرة كما كان وإحنا نتكلم على كريسيانو رونالدو فيه لعيبة كثيرة قوي عندها مهارات وإمكانيات كبيرة وعالية ولكن عايز أسألك يعني مش كل اللعيبة قدرت توصل لرونالدو ووصله الحقيقة كريسيانو رونالدو طبعا لعب عالمي ومن أفضل لعبي العالم إن لم يكن أفضلهم طبعا فعايز أعرف كنت بتشوف إيه اللي بيميز كريسيانو رونالدو على المستوى الشخصي كمان مش بس المستوى الفني في الملعب الكرة القدم اليوم في كل العالم في كل البلاد عندها من التنوع الكثير عندها من اللاعبين المميزين الكسر ولكن نقول على سبيل المثال كريسيانو رونالدو محمد صلاح لاعبين كلهم مميزين محمد صلاح هو لاعب مصري مميز معروف عالمي لا نستطيع أن نقول ليس لاعب عادي ولكن هو لاعب أسطوري ولكن بالتأكيد هناك بعض الصعوبات ممكن أن تقابل أي فريق في العالم ولابد من تصحيح هذه الصعوبات هذا هو ما يصنع الفارق في أي فريق محمد صلاح كريسيانو رونالدو نيمار أيضا هم لاعبين ومميزين يمكنهم أن يصنعوا الفارق في أي لحظة في أي فريق ولكن هذا هو حال كرة القدم في الوقت الراحل طيب ونحن نتكلم على الأداء المتوضل بأدامه ريال مادريد هل تتوقع رحيل زدان عن تدريب ريال مادريد مثلا بنهاية الموسم ده زي ما بعض التقارير الصحفية بتقول بالتأكيد ريال مادريد خسر اللاعب كبير ومميز ولكن في هذه الحالة المشكلة ترجع إلى صاحب القرار في ذلك الوقت والآن يعرفوا قدر هذا اللاعب المميز ولكن بشكل عام ريال مادريد هو نادي كبير لا يقف على اللاعب واحد وهذا هو حال كل الأندية هو لعب مميز حقه ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتمد فريق على لعب واحد طيب أنت أعرف أن حضرتك توليت تدريب ريال مادريد في فترة كانت مليانة نجوم من أبرز النجوم اللي اتعاملت معاهم يعني يحكي لنا عنهم فلننظر الحمد لله هو عمل في ريال مادريد وعمل مع لعبين كسر في ذلك الوقت كانوا بالنسبة له مميزين بشكل كبير مثل روبرتو كاردو مثل رونالدو وبشكل أساسي زيندين زيدان في ذلك الوقت كانوا كلهم لعبين مميزين في ذلك الوقت نخبه من النجوم كلهم كانوا لعبين يمكنهم أن يصنعوا الفارق في ذلك الوقت وكان عندما يتحدث باللغة العربية وعلى الوقت مع زيدان ومعه ومع أسرته وكان يعرف عنه الكثير مع زيدان وكان عنده أمل كبير في أن يكون زيدان في المستقبل كما هو لعب مميز أن يكون مدرب أيضا مميز في ذلك الوقت زيدان كان لعب زكي وعنده إصرار كبير وكان ينظر إليه أن يكون كذلك بالنسبة للتدريب في المستقبل إن شاء الله وزيدان يعمل وبشكل مميز مع نديه ريال مدريد أنه لاعب مميز وكذلك أيضا هو مدرب مميز وأنه مميز كمدرب بشكل كبير وعرف أن حضرتك مستر فاولو يعني على ذكر رونالدو الظاهرة طبعا رونالدو لسه محتفظ بتيشرت موقع منه هذا هو التشرت سيمينس هذا التشرت الخاص بالريال مدريد وهذا على الجهة الخلفية اللاعب رقم 9 رونالدو وهو كان لعب واحد من أفضل من دربهم لعب مميز بشكل كبير كبير هذا الرمز بالنسبة لريال مدريد هو يعتز به لذلك يضعه معه في منزله وبقميص رونالدو تبين طبعا الاعتزاز بريال مدريد يعني فريق كبير الحقيقة بس خلينا أسألك مين ممكن تكون بتشوفه زي رونالدو مثلا من الجيل الحالي زي الظاهرة رونالدو الكثير بيعتبروه من أفضل اللاعبين في التاريخ ويمكن كمان كان فيه تصريح الإبراهيموفيتش من يومين وبالنسبة له هو أفضل لعب في تاريخ كرة القدم مين بتشوفه دلوقتي ممكن يكون شبه شوية رونالدو لا أعتقد لا أعتقد كلاعب تسعة رأس حربة في ريال مدريد مثل رونالدو لا يوجد لاعب في الوقت الحالي بالنسبة لمستورونالدو خليني أسألك إزاي شفت نادي الأهل في كاس العلم للأندية والحصول طبعا على البرونزية المركز الثالث بعد طبعا ما قدر نادي الأهل يفوز على بالمراس أريد أن يرى محمد صلاح يلعب في ريال مدريد رونالدو هو رأس الحربة رقم تسعة محمد صلاح هو يعتبر كنز خلف رأس الحربة بالنسبة لوجهة نظره كما يقول محمد ويتمنى أن يكون هناك تعاقد مع محمد صلاح في الفترة المقبلة مع محمد صلاح لكي ينهض بريال مدريد في الفترة القادمة إن شاء الله ويتمنى أن يكون موجودا معهم في الموسم القادم إن شاء الله بتشوف بتشوف إيه اللي بيميز محمد صلاح كأحد أفضل لعبي العالم أول شيء التكنيك العالي التكنيك العالي بالنسبة لفنياته اللاعب على واحد على واحد متميز جدا عنده إمكانية إمكانية للمرور وإمكانية للمراضة بشكل عالي والقرار السريع والقرار المميز في الوقت المميز كل هذه الصفات المميزة توجد في محمد صلاح الباس الباسات التي يصنعها محمد صلاح كل ذلك مميز ويجعله واحد من أفضل لعب العالم ولذلك يقول أنه إذا انتقل لريال مادريد فسيكون انتقال كبير ومميز لريال مادريد كنت بسألك مستر فاولو على متابعتك للنادي الأهلي في كاس العالم الأندية وحصول النادي الأهلي على المركز الثالث الثالث عالميا في كاس العالم الأندية والميداليا البرونزية طبعا بعد الفوز على بالميروس بطل أمريكا الجنوبية ازاي تباعة مستوى نادي الأهلي وأداءه في البطولة دي والتتويق طبعا بالميداليا البرونزية كان شاهد المباريات والنادي الأهلي وكانت منقولة لعبر التلفزينات البرازيلية ويقول شيء مهم جدا أن النادي الأهلي ترتيبه الحقيقة أو تصنيفه الحقيقة هو المركز الثاني وليس المركز الثالث في حالة إذا بدأ المباراة الأولى إذا بدأ المباراة الأولى أمام فريق تيجراس بدل من باير ميونيخ ولكن حسب رأيه وما رأاه أن النادي الأهلي هو يستحق المركز الثاني وليس الثالث ولكن يمتلك اللاعبين المميزين المميزين والمعروفين على مستوى العالم ويتمنى أن يراهم أكثر جدية في المباراة القادمة لأن النادي الأهلي يلعبون على المستوى العالمي يستطيعون أن يصنعوا الفرق ويجب عليهم أن يكون الاحتكاك بالنسبة للفريق الآخر بشكل أقوى ولكن بشكل عام ولكن بشكل عام يستحق النادي الأهلي المركز الثاني وهذا هو رأيه من ضمن الأربعة فرق الأول بيروميونيك الثاني في الأفضلية هو النادي الأهلي والثاني في الأفضلية هو النادي الأهلي والمركز الثالث تيجراس المكسيكي والرابع هو بالمراس بالمراس البرازيلي والبلمراس لم يكن على المستوى المطلوب بشكل عام ولم يكن عندهم الحمية والجدية الكافية للفوز بأي مباراة ولكن كان على النقيض من ذلك كله أن هذا الأهلي لعبيه عندهم الجدية والمصابرة للفوز بالمباراة والأهلي حصل على البرونزية والمركز الثالث ولكن حقه الطبيعي هو المركز الثاني في كأس العالم للأندية والأهلي عنده أفضل من أفضل مشاركات هي في كأس العالم للأندية بشكرك جدا مستر باولو كامبس مدرب فريق ريال مدريد السابق وبشكرك على حماسك وانت بتتكلم على النادي الأهلي بوعيدك ان شاء الله يكون المركز الثاني بإذن الله لما نكون متواجدين في كأس العالم للأندية الموسم اللي جاي ويمكن كمان النادي الأهلي يحقق البطولة ويبقى أول نادي إفريقي يعملها ليه لا إحنا النادي الأهلي